أهلاً رحيمة عزيزي المشاهدين أهلاً بيكو حلقة جديدة من رومنتادة على شاشة قناة المحور أكيد كلنا وكل المتابعين بنتابع منتخبنا الوطني في كودفوار 2024 وإن شاء الله المبرارة القادمة أمام الكونهو تكون المحطة القادمة للعبور المحطة الأخرى إن شاء الله والوصول النهائي وحظ البطولة إن شاء الله عشان إساعد كل المصريين لكن بعض الظروف اللي طبعاً يعني في منتخبنا الوطني أصابت محمد صلاح ثم أصابت محمد الشناوي معانا خبر عاجل أن أصابت الشناوي قد تستغرق علاج إن شاء الله ثلاث شهور وأنه هيبقى فيه عملاج رحية لكل الدعم وكل التوفيق إن شاء الله في فترة جاية وكل يعني المساندة الكبيرة جداً طبعاً لمحمد الشناوي في فترة اللي جاية رجل هيغيب على الملعب ثلاث شهور وأكيد دي برضو بالنسبة للنادي الأهلي حجم الحاجات اللي هيبدأ يفكر فيها نادي الأهلي في إيجاد بديل للشناوي في ظل وجود بعض الحراس اللي ممكن إن شاء الله يبقوا أمل نادي الأهلي زي مصطفى شبير في الفترة اللي جاية لكن على الجانب الآخر يعني بديلاً للشناوي بسم الله ما شاء الله في عندنا أبو جبل في أحمد الشناوي في محمد صبحي وده حاجة من الحاجات اللي مميزة جداً اللي إن شاء الله نبقى ما عندناش أي مشكلة إن شاء الله في حراسة مرمى منتخبنا الوطني في المهرار القادمة أمام الكنغو في قدو فارع 20-24 ده كان خبر بالنسبة لصابة محمد الشناوي نبتنا له إن شاء الله التوفيق ألف سلام عليك شناوي لك تاريخ كبير جداً عملت أداء مميز جداً سواء مع النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني إن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتقف تاني على رجليك في حارسة لنادي الأهلي ومنتخبنا الوطني على الجانب الآخر كان ده تالي تواحد بقى اللي كنت هتكلم عليه بقى محمد صلاحي وشناوي هو أمام عشور إن برح كان جاله كده خبطة وارتجاج في المخن تم نقله إلى المستشفى في قدو فوار الحمد لله رجع النهاردة كان فيه طبعاً حطوه تحت الملاحظة لمدة تقريباً قلي من 14 ساعة أو 24 ساعة رجع النهاردة إلى معسكر المنتخب قبل ريوفيتوريا وقبل اللاعبين وكان فيه كمان يعني رحبوا بيه وتمنى له الشفاء وبالنسبة للكونغو مش هيلعب لإن طبعاً الرولز بتاع الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي بيبقى لازم يبقى بعيد ست أيام بروتوكول هو كده معروف يعني دي صورة طبعاً الإمام عشور مع طبعاً رئيس البعثة مع ريوفيتوريا بالتمنى عليه هي دي اللحمة الجميلة اللي ما بين الجهاز الفن المتخب مصر واللعبين ألف سلام عليك إمام عشور وإن شاء الله إن شاء الله تبقى مهارات الكونغو هي النقطة الأخرى اللي نعبر بيها إن شاء الله للدور اللي بعد كده ده كان بالنسبة للمتخب الوطني وإن شاء الله طبعاً يعني نتمنهم التوفيق بطولة يمكن قلت قبل كده وده ما بتكلم مع صحابي يمكن قلت قبل كده في الرومونتادة في حاجاتك جداً أن خريطة قرط القدم في القرى الأفريقية بتغير أو بتتغير بتغير بشكل موزل بتغير بشكل كبير جداً وأكيد هرتكلم النهاردة مع ضيوفنا النهاردة النهاردة طبعاً زمالي في الإعداد اختاروا لي اتنين مميزين جداً طبعاً إسلام جمال مخطط أحمال البرامد المتميز والناس المميزين جداً وسلم حنيش محل الأداء واحد من الوجوه الوعيدة إن شاء الله في عالم تحليل الأداء في الفترة القادمة اتنين شابين على أعلى مستوى إن شاء الله هيبقى معنا حوار معهم وحوار مهم جداً عن طبعاً كأس الأمم أفريقية عشرين أربعة وعشرين بكودوفار منتخبنا الوطني الدوري القادم بالنسبة للمباراة في الكنغو الفرق الأفريقية التي يعني صعدت وظهرت بمساهم مميز جداً مقارنة بالمنتخبات الكبيرة زي الجزائر وتونس وبعض المنتخبات اللي برضو زي كودوفار اللي تعثر وطلع من أحسن التوالد حاجات كتيراً جداً هنتكلم معهم مع طبعاً ضيوفي النهاردة لكن عايز أقول على جانب الآخر ويمكنتي تبقى بشة خير وصول منتخبنا الوطني للنهاء البطولة الأفريقية لليد بعد فوزه على المنتخب التونسي النهاردة يعني ثلاثين خمسة وعشرين طبعاً كانت في مجامع صلاة باستاذ القاهرة وقدم فيها منتخبنا الوطني أداء مميز جداً وكان لحارس المرمى النهاردة منتخب مصر في بداية المباراة أداء مميز هو اللي خلى الفارق يبقى فيه فوارق كبيرة بينك ومن تونس خمسة كبكتير لأن تونس من المنتخبات المصنفة هي وأنجولا وبعض الفرق الكبيرة الموجودة في القرى الأفريقية في كورت اليد ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكورت اليد وصول للنهائي وإن شاء الله نفرح بمنتخبنا الوطني اليد ونفرح بمنتخبنا الوطني أسف لكورت القدم وتبقى يعني بقى فأل حسن على الرياضة المصرية في الفترة اللي جاية أمور كتيرة وأكيد بعض الأمور اللي احنا بنتمنىها دايماً هي الوجود على منصات التتويج بالنسبة للكورت اليد اليد إن شاء الله نبقى موجودين فيها على بعض خطوات أو أمطار أيضاً لمنتخبنا الوطني في كورت دفور 20-24 احنا بعد بقى سنين طويلة لكن كنا قريبين قوي في نسختين وربعة 19-21 لكن نقدر له مشاءة فعل إن شاء الله نبقى موجودين إن شاء الله على منصة التتويج في كورت دفور 20-24 كمあります mucha mucha مشاءة يا